البراش اللي لازم نديرهم قبل ما يدخل عليها رمضان هذا الوصفة التقليدية يعني بمكونات بسيطة ما فيهاش الفارينة ما فيهاش الحليب ندرتها لكم على الطريقة التقليدية الصحيحة إذا بسم الله على بركة الله نروحوا نشوفوا مقادير الوصفة استعملت التمر الجاهز بعد ما نقيته الديد كمية زيت عليها هنايا الزيت يكون سخون حوالي 4 إلى 5 ملاعق شوية قرفة جنجلين محمص وهنايا نبدأ نستعين بالمزهر نعجن هنايا للتمرتعي جيدا في كل مرة يعني باش يجيني طريق لازم نعجنو بالمزهر و لاس تشويس يعني باش نعرفوا بلي كمية الزيت يعني راهي راهي كاملة هنايا نخد قطعة صغيرة ونحاول نحكها بهذا الطريقة كتولي لي ملساء ونعرف بلي كمية الزيت سيبون هنايا نحتاجوا إلى 3 كيلة تعسميد في كل كيلة نديروا شوية تعملح بالنسبة لكيلة تعدين ما تديروش كيلة معمرة ديرو كيلة غير شوية كي ما راكم تشوفو على الصورة درت شوية مارغارين أو سمن وكملتها بالزيت هنا نبس السمليح هنا سميد استعملت سميد متوسط بالنسبة للماء أيضا نرفضوا كاس معمرة تعمى لكن ما نديروش كامل على حسب نوعية السميد هنايا متخافوش يعني حتى وتولي لكم يعني شوية جارية متخافوش خلوها تريح خليت هنا يا قدس تعملت كاس إلا ربع نعجنها شوية حاجة خفيفة فقط مشي عجنام نخليها تريح حوالي ربع ساعة إلى عشرونة دقيقة هنا نقسم العجينة تاعي كل واحدة يعني نبسطها في كيس بلاستيكي يكون نضيف والسمك ما يكونش بزيف خشين بهذا الطريقة هذي الثانية نحاول أنني نديرهم بنفس المقاس التمر أيضا نديروا بنفس المقاس تاع العجينة هنايا نحط واحدة فوق واحدة ونحاول أنني الحراف نسوديهم بهذا الطريقة يعني نغلق عليهم إذن هنا نعاوض نبسطها ما ترقوهاش بزيف ما تخشنوهاش تقطعوها بهذا الطريقة الطاجين تاعي نحاول أنني حطيته يسخن النار ما تكونش بزيف قوية وما تكونش متوسطة يعني تكون فوق المتوسطة هنا مباشرة نحطهم يطيبوا وهذه هي الطريقة كيفاش نطيبوا في كل مرة يعني ننهز نحرك البراش تعيب هذا الطريقة كيف نشوفوا بدي حمار حمار لي أن نقلبو ما بقالي غي قولكم بون ابيتيتو الموت